من بغداد ينضم إلينا الناطق باسم قيادة العمريات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي سيادة اللواء أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة سيادة اللواء خطة أمنية سهلا بك ستسارة وتحية لك أهلا بك خطة أمنية لتأمين الحدود مع تركيا وسند الثغارات تحدثتم منذ أيام عن ثغارات أمنية لفت تحدث الجيش العراقي عن ثغارات وعن وصول الجيش التركي وسننتحدث عن هذه النقطة لاحقا ولكن من جهاتكم الآن ما تفاصيل هذه الخطة الأمنية أين سينتشر الجيش العراقي في الحدود؟ يعني أولا تحية لك مرة أخرى ولمشاهديك الكرام بالتأكيد هذه الخطوات هي خطوات مهمة وخطوات الحقيقة سبقتها خطوات كانت من خلال إنشاء مراكز تنسيق مشترك بيننا وبين الأخوان بالبيش مرقى القيام بعمليات مشتركة أهداف مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية غلق الحدود والثغرات الأمنية التي تؤثر باتجاه الجانبين وأخيرا تكلل ذلك خصوصا بعد الاعتداء الأخير في زاخو تكلل ذلك بأن تكون هناك لجنة بأمر القائد العام للقوات المسلحة هذه اللجنة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركون عبدالأمير الشمري وتضم في عضويتها قائد حرس الحدود وأيضا البيش مرقى وذهبوا إلى نقطة الصفر أي خط الصفر الخط الفاصل بيننا وبين الجانب التركي وهناك كانت رؤية وكان استطلاع كامل وممنهج وبدأت بوضع الخطط وكذلك أخذت كثير من المعلومات الخاصة بلواء المنطقة الأولى اللي هو مسؤول المنطقة الأولى حرس حدود المسؤول عن تلك المنطقة أمنيا وتم الاستماع إليه وتعزيزه وكذلك أيضا تم رفع العالم العراقي منذ سنوات في تلك المنطقة هذا اندل على شيء فإنما يدل على عمق التعاون بيننا وبين الأخوان في البياشمرق وكذلك التطور الكبير الحاصل في تلك الحقيقة المنطقة من خلال رفض قوات حرس الحدود بعدد كبير وغلق الثغرات الموجودة هناك لمنع أي تسلل نعم كنت سألتك في البداية سيدات اللواء عن مسألة انتشار الجيش العراقي لأن الجيش العراقي أو تحديدا الفريق أو الركن السيد يارلا كان تحدث منذ أيام فقط وقال لنا نحو 370 كيلومتر بين العراق وتركيا هي ضمن حدود إقليم كردستان وبأن لا وجود لأي جند عراقي في هذه المنطقة وبأنه إن كانت هناك أي محاولة للتواجد ستحتاجون لموافقات رسمية الآن هذا الوضع تغير بعد هذا التعاون مع البيشمرق هل وصلتم إلى المنطقة الحدودية النقطة الصفر بينكم وبين تركيا هل انتشرتم في هذه المنطقة؟ يعني سؤالك دقيق جدا ومهم جدا أيضا بنفس الوقت كما تعلمين ويعلم الجميع بأنه مسؤولية حماية الحدود هي أنيطة إلى حرس الحدود وحرس الحدود ينتشر من الشمال إلى الجنوب وهذا يتبع إلى وزارة الداخلية وهي قوات اتحادية تتبع وتؤتمر بأمر وزارة الداخلية ولكن في بعض الأحيان هذه القوات تحتاج إلى تعزيز إلى أمكانيات إلى قدرات يتم وضع الخطط الخاصة بها ومثل ما نوهنا بأنه هناك خطط تم اتخاذها وسوف يتم مناقشتها من مجلس الأمن الوطني الذي يعقد قريبا للحقيقة عرض ما شخص من نقاط فراغ وكذلك من تحديات أيضا بنفس الوقت في حالة احتياج حرس الحدود إلى الجيش العراقي هناك نقاش آخر أيضا مع الأخوان في البيتش مرقة وهذا بالتأكيد يتم عن طريق التعاون المشترك والعمل المشترك ونحن الحقيقة جاهزون للدفاع عن أمن وسلامة بلدنا من شماله إلى جنوبه وبالتأكيد نحن مستعدون لغلق أي ثغرة أمنية بأي اتجاه نعم تحدثت عن الثغرات الأمنية وكنت قلت سيدة لواء بأن ثمت وفد كان زار هذه المنطقة الحدودية وقف على كل هذا المشهد ورأب بنفسها الثغرات على الخط الفاصل بينكم وبين تركيا ما الذي رصد من قبلكم ما الذي كان يساهم في تسلل بعض الأشخاص وتهديد الأمن على الحدود يعني قبل أن نتكلم عن الثغرات الأمنية خلينا أخذ نظرة بسيطة عن جغرافية المنطقة المنطقة سيدتي لا تتوقعيها أنه منطقة سهلة ومنطقة ممكن أن ينتشر عليها سواء قوات حرس الحدود جيش العراقي منطقة جبلية وعرة جدا وبامتداد بعيد جدا وتحتاج إلى ستراتيجية ورؤية معينة ولذلك عندما ذهبت قيارة العمليات المشتركة مع الوفد المشترك شخصت الحقيقة طبيعة هذه المنطقة واحتياجات هذه المنطقة ولذلك عملية تعزيز المنطقة الأولى حرس حدود بإمكانيات بقدرات بتجهيزات بأيضا قوات يحتاج إلى أيضا رؤية وهذه الرؤية رفعت إلى عن طريق خطط وضعت ورفعت إلى مجلس الأمن الوطني في حالة إقرارها سوف يكون هناك اتباع لهذه الخطوات وهذه الخطوات سوف تحتاج إلى عمل كبير وأيضا تحتاج إلى تنسيق عالي جدا مع البيشمرقة ونحن لدينا هذا التنسيق العالي والالتزام والتخطيط المشترك مع الأخوان في البيشمرقة ولذلك نحن نتوقع بأن يكون الشروع بهذه الحقيقة الخطة التي رفعت قريبا جدا وسوف ننتهي من غلق هذه الثغرات في المناطق الجبلية الصعبة نعم من بين النقاط أو الملفات المهمة جدا المتعلقة بالحدود التواجد التركي كنتم تحدثتم في الجيش العراقي عن هذا التواجد قلتم أن عدد نقاط الجيش التركي على الأرض العراقية مئة نقطة خمس قواعد رئيسية نحو ألف جندي تركي كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ يعني هذا الموضوع مثل ما ذكر السيد الرئيسر كان الجيش المحترم وكان هذا في أمام البرلمان عندما شخص هذا الموضوع ولكن كما تعلمون بأن هذه المناطق التي تواجد بها الجيش التركي هي تابعة إلى أقليم كردستان ولذلك الآن هناك تطور في العلاقة بيننا وبين الأخوان في الأقليم والبيش مرقة ولا يوجد أي تواجد للقوات الاتحادية عدى حرس الحدود ولذلك بدأنا في العمل ووضع الخطط اللازمة لإحكام حدودنا وكذلك لمنع وغلق الثغرات من أجل عدم تواجد أي حالة تحتاجون إلى تنسيق أو لموافقات الإقليم لتصل للمنطقة سيادة اللواء ما الذي تحتاجونه للوصول إلى هذه المناطق؟ يعني أساسا سيدة الكريمة هي الموضوع وجود هذه القوات هو تحت الإقليم ولذلك نحتاج إلى تنسيق وإلى عمل مشترك مع الإخوان في الإقليم والبيش مرقة وهذا موجود ومستمر ومتطور جدا أيضا ليس فقط نقاش وإنما متطور وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة خصوصا بعد عرض الخطط التي تم عرضها أمام مجلس الأمن الوطني واللي سوف تناقش مع السيد القادر العام للقوات المسلحة المحترم بالتأكيد سوف تكون هناك إجراءات وأمكانيات وقدرات أعلى تقوم بإسناد الإخوان في البيش مرقة كنت معنا من بغداد الناطق باسمي قيادة العمليات المشتركة لوقت حسين الخفج شكرا رزيلا لك